وحشتونا جدا 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 من الاسبوع اللي فات عايزين نخس كل الناس عايزة تخس وانا اول واحدة في الكون عايزة تخس من فترة قلتلكم اوعوا حد ياخد ادوية ريجيم او اي ادوية مجهولة المصدر ويخس عليها وناس تلعوا قالوا لا والله احنا خسينا وحياتنا كانت زي الفل مين اللي قال الكلام ده طيب عشان انا مش دكتورة ولان انا مش فقيها ولاني ما بفهمش في الموضوع ده انا قررت اجيب لكم دكتور متخصص هو اللي يقول لنا المعلومة الطبية الصحيحة تعالوا نرحب النهاردة بدكتور محمود فاروق اخصائي تغذية علاجية زي حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك وبناء خليك اهلا اسهل حاجة بعملها لما بقعيز اخس انا هقولك انا بعملها فضل اروح راحة دورك كده على الفيسبوك على اي صفحة واروح جايبة كام شريب برشام او كام علبة بمبلغ وقدره مزبوط بألف او ألف وشوية جالي غدة وجالي سكر طب خلينا نتكلم عن موضوع الادوية ده ببساطة الادوية عندي شكين الشك الاول ادوية مصرية بوخصة من الموضوع الصحة المصرية موجودة في الصدليات لو دي بتبقى امينة جدا جدا وفاش ادنى مشكلة بس موضو مش بننصح بيعمل اول يعني بيبقى فطفة بعد فطفة من عمل النظام الجزائي انما الشك التاني بقى الادوية اللي ما قلت المصدر ودي تبقى المتشفى عن نت وبقى بتتبيع احيانا كمان في الصدليات وبمبالغ كبيرة جدا 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 فاحنا بس عاوزين نوعي الناس اللي احنا نبعت عن القصة دي خالص لان الادوية دي معظمها او اللي انهم كلها تحتوي على مادة اسمها السيبوترامين المادة دي اصلا محزورة دوليا من 10 سيئين او اكتر محزورة دوليا محزورة دوليا تمام لانها بتلعب في مونات المخ بتسبب اكتئاب بتوتر قلق دائم حقيقي بس الفكرة كلها اللي الناس بتجيب الحاجات دي لانها بيشوفوا غيرهم بيخس طبعا بيخسوا كمية يعني ارقام مش بنخس كيلو ولا اتنين اه لو الحالة 120 كيلو مثلا هتاخد القصة ده تبقى تنزل 90-85 بس الفكرة كلها بقى بعد نبطل بعد نبطل القصة ده ايه اللي بيحصل مش هرجع 120 تاني هرجع 130-140 بقصر ثبات وزني بقصر ثبات الوزن تمام بالادوية دي لو انا بادئ القص لو انا 110-120 كيلو لو انا انا شخص او بادئ القص وانا 120 كيلو او اقصى حاجة بوصلها 120 انا بوصلشها بتربية كيلو لا 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 مش اصدي انا دلوقتي شخص وزني 120 كيلو هيخد القص ده هوصل 90 كيلو بس بعد نبطل القص ده مش هرجع 120 مش هرجع 120 هرجع 130-120 ينهى ربي تمام ده غير بقى الامراض اللي بسببه الادوالي كمان يعني بعد ما خلص القص ده بقى ناس بتخش في قصة سكة مضغدة في ناس بيجي لهبوط في الدورة الدموية انا بجي لهبوط واقولك سر بخلص الكورس وبقى عايزة كل الترابيزة يعني يعني بحاكو الولادي مش طبعي بقدم مكان بيوبقى شهيتي مزدودة تماما تمام طيب انا معنديش حرق تمام فمحتاجة دواء ينشطلي الحرق التاعي مش الحالة لما بيجيلي يعني السؤال المشهول جدا حتى ناس قويب بيجي بيقوللي كده يعني عاوزين حاجة تزود الحرق اه فانا بغد عليهم بقولولهم انتو يعني إلا عرفكم الحرق ضعيف ما أنا ماشو بخيس بعمل رجيم وان بخيس مالاش علاقة بالتخسيس أمول الحرق ضعيف دي بيبقى تحاليل غده الدراقية أنا بعمل تحاليل بشوف التحاليل دي لو مزبوطة تمام لو مش مزبوطة بحول على طريب الغده هو بيعالج كصري بس 60% من الناس أو 80% من الناس اللي بتعمل تحاليل دي تماما مزبوطة فحاجة عدنا مشكلة يعني دي أجذوبة؟ ما فيش حاجة اسمها حاجة تعالي الحرق ما فيش حاجة اسمها أنا حرقي ضعيف عشان أنا مفكر أني بعمل نظام رجيم وبخص وأنا أصلا مش بعمل حاجة دكتور دا 3 ربع الستات في مصر المقتنع أن حرقها ضعيف وعاوزين حاجة تزاود الحرق طبيعي وما فيش حاجة اسمها حاجة تزاود الحرق ما فيش كده أصلا إلا لو أنا لو أنا مش مريضة غده أنا حرقي زي الفل لو أنا مريض غده وعملت التحاليل خلاص بتوجه للطريب الغده هو اللي يعالي القصة دي أنا بتكلم دلوقتي عالشخص السليم اللي ما عندوش أدنى مشكلة في القد طب أعلي الحرق عموماً إزاي لأن إحنا معظمنا ستات بيود قاعدة في البيت مش بتتحرك أنا دلوقتي بقى اللي بيجيلي بيقول لي أنا عاوز أعلي الحرق أوديني حاجة على الحرق أنا بقول له لأ أنا خليك تعمل حاجات تزاود بقى الحرق هي الحاجات دي أول حاجة الضبط معايد الأكل ودي حاجة مهمة جداً 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 إزاي اللي أنا فطوري ما يتعداش الساعة 10 الصبح اللي جادة أخذ الساعة 4 اللي عاشة أخذ الساعة 7-8 ده لازم احنا بنعدل المواعد دي بكتير بنعدل المواعد دي بكتير قوي ما هي معايدة الأكل دي بقى مواحد هتفرق كتير معايا في وزن طبعاً جداً 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 اللي لازم أزبط معايد أكل تاني حاجة أشرب ما كتير من 2-3 في يومياً بمعدل مليوم 8 أكوان مثلاً في اليوم النقطة الثالثة لازم أحافظ على نسبة البوتين ليه أنا دلوقتي عاوز أخس مش عاوز أخس بوتين وعاوز أخس دهون أنا عاوز أخس دهون بس لأن نسبة البوتين عندي أو نسبة المصل العضلات كلها بتبقى مظبوطة كل ما عندي بيزيد بقى يعني أنا نسبة البوتين أو طول ما أنا محافظ على القطلة العضلية عندي طول ما أنا بقى نسبة عندي بيتزيد أو مظبوطة حلوة جداً أزود نسبة البوتين إزاي اللي أنا أحافظ على الأكلات أو أحافظ على الاحتياجات اليومية من البروتين اللي أخذها أنا لو شخص طبيعي خالص احتياجاتي اليومية واحد واثنين من عشرة جرام لكل كيلو يعني لو أنا مثلا وزني 80 كيلو أنا أحتاج مثلا 110 جرام بروتين تمام فلازم أحافظ على النسبة دي عشال أنا دلوقتي بخس بروتين ودهو طبعا أنا مش عاوز أعوض نسبة الدون خلاص أنا عاوز أخلاص من الدون قصر فعاوز أعوض نسبة البروتين دي تمام واللبن والكلام ده كل بتفهمني يا دكتور الكلام ده ما جيلك؟ لازم مش دايما كل الدكاترة بتفهم يعني هو بيدوني ورقة كده مطبوعة حلوة جميلة اللي باتخالتي بتاخدها واللي ماما بتاخدها والعيلة كلها بتمشي عليها يعني بتفهمني الكلام ده أنا بروح مش فهم حاجة عارفة أن أنا هفتر الصبح ربع رجيف والدهر فريق ما شوي هواوا بص رفاديم ده الفرق من أخصائي تغزية ودكتور رجيم أو أخصائي تغزية وريجيم عموان أنا الجزء اسمني هو النحافة ده جزء من شغل جزء صغير بس أنا بتعامل مع الحالة اللي بيجيلي تغزاويا من كل حاجة أنا الحالة يعني بيجيلي أول مرة أنا لازم أسمحها الأول بعد أكلم معه ربع ساعة التساعة لازم أفهم عالتها الغذائية عاملة إزاي معدل النشاط بتاعهم معدل النشاط ده برضو حاجة مهمة في زيادة معدل الحق لازم أمشي من نص ساعة إلى 45 دقيقة في اليوم ده برضو بيعلي معي معدل الحق فأنا لازم أسمع الحالة بتعمل إيه لازم أسمع الحالة دي لازم أخب منها في حاجة بنسميها كده استرجعوا بعض 20 ساعة أشوف باخده في ثلاثة أيام مختلفين أشوف الحالة دي بتاكل إيه بعدها الجزاء عاملة إزاي يوم هعمل إزاي بتصحى إمتة بتنم إمتة وبعد ما تيجي المتابعة اللي بعدها طبعا الحالة دي يجي لازم هي عاوز تيجي على الميزان بس أنا الميزان ده أخير حاجة ده أهم حاجة بالنسبة أنا بوزي كل يوم ثلاث مرات لا 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 ما ينفعش وأنا أسبوعيا بس المهم بالنسبة لي أشوف الحالة يعني طول الأسبوع هل داخت هل في زغرالة هل في حالة إجماعي لازم أتطمن على الحالة هي يعني أنا متخيلة ندم الأعراض الطبيعية للدايت لا طبعا أنا على طول بدوخ وعادي يعني ما بشتكيش حتى ولا بقول الدكتور لا يبقى أنا كده ماشي في سكة مش صح مش صح وده اللي بيؤدي ده بقى بيبقى ناتج عن إيه؟ إن الناس اللي بتاخد بتخش في نظام ريجيم أو قضاية قاسي جدا الحرمان معروف يا أنا ببتدي الريجيم ببنع كل الأكل والنشويات والحلويات كل حاجة فده يؤدي لنا طبعا الحالة ما تبقاش عارف فالمفروض يعني ما بيش حدا بيفهمها تكون ماشية مثلا عن نظام ستمائة سمائة 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 ولا تهريج ده ما كده ماشي على خمسمائة دكتور ده تهريج بقى ليه؟ دلوقتي أنا لو عندي حالة مثلا وزنها مئة كيلو تمام وطولها مئة وسبعين سنتي مثلا تمام؟ يبقى الوزن التاحة الطبيعي هيبقى مثلا المثالي سبعين خمسة وسبعين تمام؟ كتير جدا ده لا يمكن اعمل كده لازم هنخص بالراحة بس لازم ليه؟ عشان ما نزهقش عشان ما نتعبش عشان نعرف نقوم بالـ طيب أنا خصة أسرع يعني أنا أخد خمسمائة سعرة مثلا وخصة أسرع طيب لو خدت خمسمائة سعرة حسبه قد إيه؟ إسبوع الثاني الثالث وبالإسبوع الرابعة مش بقدر بصراحة خلاص فراحة بروح واخدى إسبوعين فريق قدهم وترجع أكتر من الأول طيب أنا بستفيد إيه بقى لما الحالة بتخس معي بروحة أو تخس معي أول حاجة بدون أدوية وتاني حاجة بالنظام ضايت يعني مدروس أو صحيح أو ما يدورش الحالة أول حاجة اللي هو مش هيزها مش هيحس اللي هو أصلا بقى بالنظام ضايت أنا مشي على 1600 ساعة ودي أكل براحته بيأكل 3-4 مرات في اليوم بيأكل كل حاجة يعني أنت دكتور مش تمنع الشوكالاتة والعيش والرز والمكارونة والحياة بتبقى سودة؟ لا هي بالنسبة للسكارات البسيطة بتتمنع شوية بالنسبة للشوكالاتة والحالويات والكام دا كله ممكن تتمنع شوية بس طبعا لو حد شارع في الكلام دا لو بيأخدوا كل يوم ممكن ندوله مثلا مرة في الأسبوع أو مراتين في الأسبوع إنها بالنسبة للرز والمكارونة والرعيش والكام دا كله الكلام دا يتمنع شوية بس بيتاخد بمقدار معاين على حصل بها طريقة محسوبة لكن في لها كترة بتمنع تماما خلاص أنا دخلت الضايد برمي لحاجة دي من البيت النظر دي مهمة بابا أنا مش بحاول أحس الحالة عندي اللي هي دخلة ضايد أنا بحبش كده لا الحالة بتيجي لا احنا بنظبط الدنيا بحاول أخليها تعود على لايف ستايل جديد بحيث تبع معاي 4-5 شهور لما تبطلت زوني خلاص هي تعودت بقى على كده خلاص ومش بحاول أحس الحالة اللي هي دخل حرب لا مش دخل حرب مش دخل يعني حي لا الموضوع بيمشي واحدة واحدة بس الموضوع لازم بقى مدروس يعني إنما قصة الوعي المطبوع ونظام 6900 صعر شعلا والكلام العجيب برده وفي نقطة برد تانية أقول الحالة عليها لما البيش انت برده أقول الحالة بتحس الكلام اللي مكتوب هو موجود في البيت الأكل اللي مكتوب موجود في البيت بيبقى فيه واحة نفسية أنا بعمل الأكل ده السيستم بتاعك ده مزعمك الأكل اللي موجود في البيت عادي مش اختبار ومش تكلفة زيادة يعني مبقاش تكلفة من كل حتة وده أهم حاجة برضو بالنسبالي إن الموضوع فهقول لها حاليك على حاجات لي حالة قبل كده بتقول لي كنتمشي مع دكتور بتقول آه بتقول لنا النظام ريجيم بدا حالك يا دكتور بغيس جدا بقول لها يعني ده انت بتخسي هتخسي إزاي ونظام ريجيم غالي وان اللي عاوز يتخن بايا مليه قلت لي انا كنتمشي مع دكتور عايز جامعية آه يعني قصة 600 سوار من جينيه في الأسبوع يعني فالموضوع يعني عجيب والله فليه كل ده لا الموضوع بسيط أنا بحسب الاحتياجات بتاع البيشنت اللي جايلي أو الحال اللي جايلي بشوف هو متعود على إيه وبنحاول نزبط الدنيا وأنا وظيفتي برضو إن أنا مكبروش على حاجة لا أنا بحاول أنا يعني أوصل أنا وهو لنقطة مش هديله أكل ما بيحبهاش مثلا نقطة طلاقي بعيس يبقى هو خلاص يبقى مش هيبقى محروم الأكل وفي نفس الوقت بيأكل حاجات ما يحب دايش كمان يعني والله لسه كنت بقول أنا جسمي بيحس أول ما أقول إن هعمل ريجيم أجوع ببقى طول الوقت جعينة قبل كده ممكن ما كولش عادي جدا فتقريباً الجسم بيبقى فاهم لا ما هي الفكفة دي بقى اللي احنا مش عاوزين إنه وصلنا مش داخل عام ريجي لا أنا داخل أزبط الدنيا داخل أزبط الدنيا وزبط أكلي وزبط جسمي ووظيفي وسكري وضغطي طيب كان في بوست كده يعني من أكتر البوستز اللي كانت مشهورة جداً على الفيسبوك الفترة اللي فاتت كنت حضرتك بتقول إن إحنا دلوقتي محتاجين فيتامينات معينة للكورونا عشان جسمينا يقدر يقاوم والكابسولات مش أمنة 100% لأن في ناس ما بيكونش عندها نقص في الفيتامينات دي فإحنا ممكن نعوض الفيتامينات دي بأكلات معينة إحنا عايزين نستغل لك يا دكتور تغذية وسرح هو أولاً اللي كنت عام بوست ده من الفترة اللي كان فيها نقص في الزينك والفيتامين سي في الصدليات تمام؟ حي بس أول بس حاجة أنا بنصح الناس اللي هم بتاخدش أي فيتامينز كتابلت من الصدليات اللي تحت إشفاف طبيب دي أول نقطة تمام؟ لأن ممكن يبقى هو ما عندوش ناص الزيادة فيها ممكن تعملوا مشاكل تمام؟ فعلاً؟ آه دي حاجة ليه مش زادتي الخير خيرين؟ لا لا في الفيتامينز كتابل ده كله ممكن تعملوا مشاكل تاني تمام؟ تمام؟ بس لو أنا طبيعي أنا بكلم دلوقتي على الشخص الطبيعي مش الشخص اللي عنده مشاكل البوست ده كان معمول للشخص الطبيعي اللي عاوز يعني يعني يسايف نفسه في الزل الزبوف اللي احنا فيها والأنا حتى لو طبيعي والنسبة عندي مظبوطة وزودت في الأكلات اللي فيها الفيتامينز دي الجسم هياخد اللي هو محتاجه والباقي مش هيدرني لكن لو كابسول هيدرني آه طبعاً أي كاميركالز بالدور إنما حاجات طبيعية مش هالدور تمام؟ البوست طبعاً موجود على الصفحة عندي الصفحة طبعاً موجود اسمها الفاروق طبعاً الفاروق ديتسنتر هيدخلوا طبعاً هيلاقوا كل اللي احنا هنقوله دلوقتي بشكل مفصل أكتر كمين احنا هنقوله باختصار جداً باختصار كده باختصار أنا أكد أول حاجة عندي كان الزنك وكان هو ناقص مصدرات جداً 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 لدي الناس ما عنداش مكنية كمان تجيبه اه فأنا هقول الزنك دلوقتي موجود في بكصفة في اللحوم الحمراء والكبداء والبكوليات الأسماك والمقصرات والبيت حلوة ده الزنك تمام؟ تانية حاجة عندي الكلسام الكلسام موجود في اللبن موجود في الزبادي طبعاً والجبنة والنسبة لم تعرفوش الكلسام موجود بكصفة في الملوخية اتبسطت أوي من المعلومات يا أولاد موجود بكصفة في الملوخية والورقة العنبي يعني تمام؟ حلوة فيتامين سي النسبة للشخص البلغ اللي هو محتاجها اللي احتاجت اليومية بتاعته 45 ميلي جرام يومياً موجود في الفلفل والبروكلي والبكدونس والبروتقان واللمون والموالح والكيوي حلوة طبعاً الكلام ده كله موجود برضه في البست باستفادة يعني فيتامين اي موجود في الزيت الزيتون زيت الزيتون البيت البوكوليات الحو الكامل فيه بس معلومة عاوز اقولها هو فيتامين دي أخيوان بس معلش موجود في الأسماك واللبن والزبدة واحتاجاته اليومية 600 واحدة تمام؟ المعلومة عاوز اقولها على فيتامين دي فيتامين دي مش بيجي من الشمس الشمس بتنشط فيتامين دي يعني لما اخد فيتامين دي من الأسماك أو الحليب أو مصادره الشمس بتنشط الفيتامين زي اللي انا واخده من الأكل انما انا مش موجود في الشمس بجد والله؟ احنا بنبهدل العيال في الشمس لا لا انا مفوض اخده من مصادر الأكل الشمس بتنشط حرقه تنشطه معلومة دي جديدة وكل الستات في مصر تقريبا عندهم ناصر فيتامين دي وانا اقولهم فدي كده حاجة كويسة جدا انا دلوقتي لو كانت الأكل ده على الأقل هيحسن لي النسبة شوية الكلام ده كله للشخص السليم انا بأكد هو للشخص السليم اللي عنده دفشنت أو حاجة بيتابع مع اي متخصص بيزبط له القصة الشخص السليم اللي هو خايف موضوع الكلام ده كله ونزر الصيدلية عاوز يجيب زين كتابلت أو فيتامين سي وما لاقهوش ممكن يستعيد يعني يبقى عنده كله ويستفيد من الأكل اللي احنا قولنا نورتين يا دكتور جدا 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 وان شاء الله يكون في حلقات تانية قبل ما اختم بس عايزة أنوه ان دكتور مشكورا متبرع بحالة هيتبعها في ريه هيتبعها ان شاء الله لحد ما توصل للوزن المثالي وان شاء الله ان شاء الله المرة جاية هتكون موجودة معنا او على الاقل هيكون السور بتاعتها قبل وبعد ازاي طيب اقدر اتواصل مع الدكتور عشان اشترك في الموضوع ده او الدكتور يتابعني عن طريق الارقام اللي كانت موجودة على الشاشة او عن طريق رسائل الصفحة نورتين جدا 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 وقابل حلقات تانية كتير شكرا جزيلا فاصل سريع ونرجع لكم تاني مع فقرة هم كل واحد وواحدة شغالين اونلاين شكرا جزيلا